كما أكد الرئيس السيسي أنه استمع باهتمام لرؤية المستشار النمسوي بشأن التحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأشار الرئيس السيسي إلى اتفاقه مع المستشار النمسوي على تكثيف الحوار بين البلدين للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج جذور الظاهرة لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية واتفقنا معنا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والابتماعية لهذه الظاهرة ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية ويسمحوا لي هنا أن أؤكد على حجم التفاهم المشترك بين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة وأهمية أن إذا كنا نسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال لابد من وجود وده اللي حدثت فيه مع دولة المستشار أهمية أن نحن يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي حتم تعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية بما يساعد على نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير شرعية بتدعياتها السلبية ترجمة نانسي قنقر